السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة أخرى مسلسلة شهوات ريحانة كمال نقدم لكم اليوم كروة صوم طريقة سهلة وسريعة وصفة لناجحة مئة في المئة كما تلاحظوا معي شكلها كيجي مورق وخفيف ورائع جدا بسم الله على بركة الله المكونات فإناء وضعت ملعقة كبيرة من خميرة الخبز مع كيس سكر فانيلا مئة وخمسين مللات من الماء الدافئ مما يعادي الكأس الشاي العنبة مع أربع ملاعق كبيرة من السكر السنيدة والسكر كيبقى حسب الضوء ممكن تضيفه أكثر وممكن تنقصه أيضا كيبقى حسب الرغبة ديالكم كنضيف المدافئ اللي هو كأس مئة وخمسين مللات غل نفس القياس غل نعبره حليب دافئ ممكن تستعملوا الكيمية كلها حليب كنخلط المكونات جيدا بواسطة طراب اليدوي حتى كالدوب الخميرة مع السكر بالنسبة للخميرة كتبقى بحسب الجو بما أن الجو بارد استعملت ملعقة كبيرة كنخليها دقيقة واحدة كما كتلاحظو كتفاعل عندي هنا يا نصف كأس من الزيت النباتي وبيضة كاملة فصلت الصفار عن البيض والصفار خليت معه شوية من البيض سنخليه للتزين وبيض بيضة سنضيفه للخليط الأول وعندي الطحيل اللي كيكون مغربي 600 جرام تقريبا كنضيف نصف كأس من الزيت زيت نباتي ما يعادل 75 مللي لتغ بيض بيضة واحدة ونعاود نخلط المكونات كلها مع بات حتى كتنساجم دائما بواسطة الطراب اليدوي مكونات اللي سهلة وبسيطة عاد كنبدأ كنضيف طحين اللي كيكون مغربي الكيمية اعطيتكم بتقريب 600 جرام اللي هي ستاء ديال الكؤوس ممكن ياخد معكم اقل ممكن اكتر حسب نوعية الطحين كنبقا كنضيف طحين شوية بشوية هاد العجين ما كندلكوش نهائيا كما كتلاحظو غادي نجمعو فقط ما غاديش ندلكو ابدا ودائما طحين ديالكم يكون مغربي القبل وكتبقاو تضيفو شوية بشوية وانتو ما كتجمعو المكونات ولازم وضروري العجين ما يكون خفيف ارتب وخا يكون كيتلصق غادي يخمر ما كيبقاش يتلصق نهائيا الكيمية ديال الطحين كاملة اللي هي 600 جرام كيما اذكرت لكم كيما لحتو انا ما استعملتش الملح في الاول نسيتها فقط انتو ما اضيفوها في الاول اهنا كناخد الملح اللي كتبقى بحسب الدوق استعملت ملعقة صغيرة غادي ندوبها في شوية ديال الما حيت ما استعملتش في الاول موكين ندوبوها في شوية ديال حليب السائل انا ندوبتها في الما كيما كتلاحظو القوام ديال العجين كيكون خفيف وكيتلصق هنا ضفت الملح مع شوية ديال الما انا خليتها هي الاخيرة حيت نسيتها في الاول انتو ما بطبيعة الحال ضيفوها في المرحلة الثانية اللي غادي ضيفو فيها بياض بيضاء والزيت هنا ايا عندي ما يعادل تقريبا مئة جرام من زبدة او مئة وعشرين جرام ديال زبدة خدو اما مارغارين اما زبدة ديال العلب اما زبدة ديال الاكل انا هنا مستعملا زبدة نوعية جيدة خاصة بالاكل ستشاهدوا معي الماركة المستعملة ماشي ضروري تستعملوا نفس الماركة فقط وضحت لكم يعني الكثير منكم كتسولوا اشنو النوع اللي غادي تستعمل ندوبوها ونخليوها جانبا العجين بعد ما خليتو كيخمر ضروري ما تخليو كيخمر المدة الكافية او ممكن تسخنو الفران وطفيو وتخلو العجين ديالكم كيخمر اخذت النشا نشا الدورة ممكن تعوضها غير بالطحين ماشي ضروري تستعملوا النشا كنوضع العجين ونجمعه هنا غير كنجمع ما كانت لكش فقط هديك النشا كنحاول نجمع بها العجين كماشي تشوف الاول العجين كان كيتلصق هو كيخمر ما كيبقاش يتلصق نهائيا لاحظوا معي القوام ديالو ارتب بزاف وخفيف ضروري باش تحصلوا على نفس النتيجة كنقسم العجين من النصف نخدم النصف الاول كما كتشاهدوا عجينة اللي ارتبها بزاف ورائعة جدا كناخد لك ونبسط العجين نحاول نعطيه واحد صمك اللي كيكون متوسط اما ندلو شكل مستطيل او شكل مربح حسب الرغبة ديالكم باش كنوضعو فيه الزبدة المدابة ضروري الزبدة ما تكون مدوبة وباردة ما تكونش سخونة نهائيا الزبدة بعد ما دوبتها هنحاول ناخد تقريبا نصف الكمية انا الكيمية اللي دوبت يعني ما خدمتش بها كاملة كانت كافية الكيمية اللي استعملت بقلية منها تقريبا ملعقتان ديال زبدة مدابة كندهن الوجه ديال العجين كامل كنطويل العجين كما كتشاهدو بحلة رغيفة العادية على ربعة هنا ممكن تغلفو بالبلاستيك الغدائي والدخل لتلاجة مدة ديال عشر دقيق تقريبا نفس الطريقة غادي نستعملها القسم الثاني الى كان كيتلصق لكم طبيعة الحال العجين في سطح العامل كترشو شوية ديال نشا او الطاحين وكتستعملو نفس الطريقة كتدهنو بالزبدة المتبقية كندهن العجين مزيان وكنطويه بنفس الطريقة الاولى على قسمين ونطوي نحاول نبسط شوية ونطويه على جوج بهذه الطريقة كما اذكرت لكم ممكن تدخله من الطلاجة كما تتماسك هذه العجينة كما تلاحظوا رهها ارتباء وخفيفة هنا بعد ما خرج القسم الاول من الطلاجة دائما نستعمل شوية ديال نشا يعني النشا تبقى مسألة اختيارية استعمله غير الطحين فقط كناخد دل لك ونبسط العجين هنا كي بقى لكم الاختيار اما كتبسطوه بشكل مستطيل وتقطعوه متلاتات انا هنا بسطوه وعطيتها شكل دائري يعني استعملت اليد بحش نعطيها شكل دائرة كنقسمها من نصف والصمك ديال العجين راه كي يكون متوسط المتلاتات كتقسموه بحسب الاختيار ديالكم ثلاثة او اربعة حسب الحجم اللي بغيتو انتوما بنفس الطريقة سنقسم القطع الاخرى وحاولوا انكم تبسطو العجين وخليوه كيرتاح واحد دقيقة ولا جوج باش ما كي ارجعش ليكم كندير واحد الفتحة صغيرة اسفل كل المتلات كتاخدو شوكولة اسود اي نوع من الاختيار ديالكم ناخد المتلات الاول نحاول انني نجبدو وكنبسط الاسفل ديال المتلات شوية كنوضع القطعة ديال الشوكولة وكنبدا اللف ديال العجين انا كنلف وكنجر القسم ديال العجين يعني كنحاول انني نجبدو نفس الطريقة حتى نكمل الكيمياء المتبقية نفس الطريقة غادي نديرها القسم الثاني ممكن ايضا تحتافظوا بهذا القسم الثاني ديال العجين في المجمد يعني الوقت اللي بغيتوه وكتستعملوه طريقة سهلة وواضحة كتاخدو المتلات تبسطوا القاعدة دياله توضعوا القطعة ديال الشوكولة وكتبدا اللف ديال العجين ضروري اما تغطيوها وتخليوها كتخمر حسب الجو ممكن تاخد معكم اربع ساعة او اكتر دائما الى كان الجو بارد حاولوا تسخنوا شوية الفران تفايوه وكتدخلوا للصفحة ديالكم كتخمر الكرواسة هنا اخذت قهوه سريعة دوبان دوبتها في الحليب وايضا صفار البيض ضفط لي شوية ديال الحليب ونخلط كل شي مزيان ندهل الوجه الكرواسة بعد محمرات وندخلها للفرن اللي كيكون متوسط درجة الحرارة سخنته قبل عشر دقيق ندخلها ونخليه متوسط اعلى 180 هذا هو الشكل دياله بعد ما طابت وتحمرت كتجي نفس الشكل ممكن تخليه هكا وتقدموها بهذا الشكل ممكن ترشو على شوية ديال السكر غلاسي انا هنا عندي كوكاو محمر ومهرمش كندهنها بالمربع ديال المشماش ونزينها بكوكاو ممكن نزينوها برقائق اللوز او رقائق كوكاو او الشكلات اللي كيكون محكوك يعني كيبقى هاد شي حسب الضوء ديالكم القطع كلها غدي ندير لها نفس الطريقة وهذا هو الشكل ديالها النهائي كتجيك الواسطة اللي خفيفة وهشيشة ولديدة وسهلة في التحذير ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم باذن الله نخليكم معا الصور النهائية كانت معاكم رايحان كمال في امان الله شكرا 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر